السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة متابعين الكرام نرجو منكم الاشتراك في قناتنا والضغط على زر الجرس لمتابعة جديد أحوال الطقس وجديد النماذج العالمية وجديد التحديثات أقول بعد هذا المنخفض الذي سوف تشهده الجزائر ابتداء من الرابعة والعشرين من شهر جنفي الجزائر على موعد مع منخفض أقوى وأكثر نشاط وسيكون باتجاه المناطق الغربية ودولة المغرب المنخفض سيبدأ تأثيره على المناطق الجزائرية ابتداء من 29 جنفي إلى غاية الثالث من شهر فيفري المنخفض ستكون المناطق الغربية معنية بقوة ولحد الآن وحسب التحديثات لالنماذج العالمية نتوقع بإذن الله تعالى إن شاء الله أن تكون تساقطات ثلجية وتراكمات على جل المناطق الغربية المناطق الشرقية التي كانت معنية بقوة في المنخفض الذي سيمسها ابتداء من 24 من شهر الجنفي المناطق الغربية لها نصيب في المنخفض القادم المنخفض الثاني الذي سيضرب المناطق الغربية للجزائر كما قلت حسب التحديثات للنماذج العالمية مستوى تساقط الثلوج سينخفض أكثر وأكثر وأكثر من المنخفض الأول الذي كانت المناطق الشرقية الأكثر استفادة منه مستوى تساقط الثلوج في المنخفض الثاني الذي ستكون المناطق الغربية معنية به سيتكون من 200 متر إلى ما فوق إذن جل المناطق الغربية سوف تشتراكمات قوية لم تشهدها منذ مدة طاويلة المناطق الوسطى أيضا ستكون معنية مع هذا المنخفض القطبي الثاني الذي سيكون نشيط إن شاء الله ابتداء من 29 جافي إلى الثالث من شهر فيفري سنكون معكم في نشرات قادمة مع تقدم المدة والتحديثات للنماذج العالمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة